حرب غير معلنة تشنها الحكومة اليمنية على تنظيم القاعدة في محافظة أبيان جنوب البلاد حيث يتمترس التنظيم بمقاتله وأسلحته حرب تشارك فيها عسكريا ولوجستيا الولايات المتحدة عبر طائرات بدون طيار واستخدام لسفن الحربية في قصف بعض المناطق التنظيم الذي فرض سيطرته على أجزاء كبيرة من أبيان أواخر مايو من العام الماضي جعلها منطلقا لعملياته في شبوى وعدن والبيضاء وحضر موت في تحدي واضح للقيادة اليمنية المصادر اليمنية تتحدث عن سقوط قتلى من القاعدة في قصف بحري استهدف ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان وذكرت المصادر أن الصواريخ انطلقت من البحر على ضحية الشمالية الشرقية لزنجبار كما أشارت هذه المصادر إلى أن الطيران اليمني شن غارات على جعار ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم على سعيد متصل تبنت القاعدة قتل معلم أمريكي في مدينة تعز واتهمته بأنه كان يقوم بعملية تنصير في البلاد الأمر أشبه بخطوة استباقية تجاه ترتيبات العسكرية والسياسية التي تقريب البلد القاعدة استثمرت حالة الفراغ في السلطة حالة النزاع والصراع السياسي على مدى عام لتعزز دواجدها على مسؤول خارطة الوطنية نشاط تنظيم القاعدة في محافظة أبيان صار علنيا أمام الملأ عبر مراكز أمنية ومؤسسات خصوصا بعد أن حولها إلى إمارة إسلامية ضمن مخططات لتوسيع نفوذه في محافظات أخرى صراع الإرادات للقرار السياسي والعسكري في اليمن تجاه القاعدة يجعل فرص المناورة للتنظيم أكثر في وقت تقول المعارضة اليمنية إن قيادات عسكرية موالية للنظام السابق تقف خلف توسع القاعدة وتصعيد نشاطها